في هذا التوقيت بالذات اليوم في خلال أيام كل هذه الزيارات المتتالية لماذا؟ لماذا التوقيت بالضبط الآن بعيدا عن الإقليم الإقليم ملتهم منذ فترة ليس اليوم ملتهم الإقليم صحيح؟ أولا دعنا نتفق أن فشل مشروع تقسيم سوريا يبطل يهودية الدولة هذا أولا وما حدث وكيفما آلت إليه الأمور اليوم يعني أول شيء ينهي فكرة التقسيم كما تفضل معلي اللي هو التقسيم الطائفي أو المذهبي وفكرة ديمقراطية الأعراق والمذاهب التي يؤسس لها المشروع الديمقراطي الأمريكي منذ سنوات وينظر عبر مشاريع الديمقراطية إلى النموذج اليغزلافي وكأنه النموذج الذي يجب تطبيقه لأن هذه شعوب لا تتعايش ويجب العودة إلى تفصيلاتها وحتى في مشاريع الديمقراطية هو يفصل أردني فلسطيني أردني مسيحي فلسطيني مسيحي إلى آخره وكأن الديمقراطية يجب أن تقوم على مبدأ عراق ومذاهب لأنها كانت تخدم فكرة يهودية الدولة فشل المشروع في سوريا وتعطلوا أيضا في العراق فكرة التقسيم أبطل فكرة يهودية الدولة وهذا ما يجعل اليوم الإسرائيليين منحازين ومضطربين لفكرة ضرورة الاعتراف بيهودية الدولة المناخ القائم هو مناخ تسوية وإذا ما رصدت لماذا اليوم لأن اليوم نصل إلى أعتاب جينيف 2 ولا يمكن للولايات المتحدة أن تضيع فرصة لم تقدم لها على مدار السنوات الماضية وهي أن يتم ربط التسويات كلها وتكون التسوية السورية أيضا مرتبطة بالتسوية الإقليمية لهذا تجد هناك ليونة باتجاه تشكيل الحكومة في لبنان ضغط باتجاه سوريا باتجاه جينيف 2 من أجل التسوية وتسريع بالتسوية الإقليمية لهذا تعتقد الولايات المتحدة أن المناخ الأنسب هو ربط ملح التسويات حدوتهم كلهم مع بعض هذا موضوع يجب أن يفصل شوي نفصله دعنا نتحدث منذ البداية منذ بداية الأزمة كان واضح أن الولايات المتحدة غير معنية بانهيار النظام في سوريا يعني هي لم تدفع باتجاه الانهيار كانت تدفع باتجاه إنهاك النظام وهذا ما يفسر أنها هي أول من وضع جبهة النصر على لائحة الإرهاب وقدم شرعية وبدأ يعطي مناخات تقارب مع روسيا إلى أن وصلت لفكرة الضرب العسكرية والتلويح بها ومن ثم رفضها هنا كانت التسوية الإقليمية تصل تقريبا إلى الزيارة الخامسة لجون كيري للمنطقة منذ تلك اللحظة بدأت هناك بوادر التسوية السياسية في سوريا فتم تسريع فكرة التسوية الإقليمية لليوم على فكرة لم يتم عرض من الولايات المتحدة أي تصور مكتوب عليها وهذا ما يفسر أن الولايات المتحدة كانت تسير وفقا لبوصل مختلفة هي مرتبطة في سوريا وتداعيات الأزمة في سوريا لأن الولايات المتحدة كانت تعتقد أن دائما دون سوريا ليس هناك أي تسوية في المنطقة لهذا انظر إلى أزمة الثمانينات كانت هدفها إخضاع سوريا لموضوع مبادرة السلام العربي رفضت سوريا وانتقلت الأزمة لسوريا السوريون نقلوا الأزمة إلى لبنان عودة المشروع الأمريكي مع جورج بوش الأبد كانت تهدف إلى إحلال فكرة التسوية وإنهاء كل هذه الدول لم يتقدم سوريا آنذاك المسوغ بل قالت أنها تقف مع التحالف وعرض حافظ الأسد بعدها فكرة التسوية عبر بوابة دمشق وخاض مفاوضات الممتزلة التي استمرت من ال91 إلى ال2000 ومن ثم عدنا مرة أخرى بال2003 لفكرة فرض التسوية عبر سوريا وتأزيم سوريا وتذكر يعني 2005-2006 حرب لبنان إلى وصول إلى الفصائل الفلسطينية 2008 ثم عادوا بفكرة استقطاب سوريا عبر تركيا وسيط هردوغان يظهر وسوريا تعود إلى المحفل لمحاولة إقناع سوريا أن تكون بوابة العبور إذن واضح أن الولايات المتحدة منذ البداية لم تكن تقتنى أن هناك تسوية في المنطقة دون سوريا وأنهاك النظام السوري يساعد في جره عدم انهيار إنهاكه يساعد الأمريكيين بالوصول إلى هداية تسوية اليوم النظام السوري بحاجة أن يجلس على طاولة جينيف 2 والولايات المتحدة ما زالت تلعب العصى والجزرة في جينيف 2 تنازلات في بعض الأحيان وتشديد في بعض الأحيان وكأنها تقول وكما قال كانت واضحة الرسالة السورية أيضا من موسكو المعلم قال عندما ننجز الاتفاق في سوريا نبدأ النظر بمجمل ملفات العالقة وكأن الرسالة كانت واضحة أننا نعلم أن الولايات المتحدة تريدنا أن نكون جزء من التسوية ولكن لن تتم هذه إلا عبر التسوية في سوريا هذا ما يفسر كل هذا التوقيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر